بسم الله الرحمن الرحيم هل تتذكر أوقات الصلاة الخمس؟ هل تتذكر عذاب الله؟ هل تتذكر قدرة الله؟ هل تحسب حسابا للقاء الله عز وجل؟ أم أنك منشغل في الدنيا؟ إذا كان وضعك منشغلا في هذه الدنيا قلبك يلهو ويعبث بالأغاني والمسلسلات وجمع المال والأشياء الأخرى التي لا تفيدك أمام الله إذا كان وضعك هذا إحذر سأقرأ عليك هذه الآية الله تبارك وتعالى يقول وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي؟ يعني أنت وضعت ذكر الله جانبا ومشيت أعرضا انظروا إلى دقة التعبير أيها الأحبة لم يقل وَمَنْ كَفَرَ بِذِكْرِي؟ قال وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي؟ كثير مننا تنطبق عليه هذه الآية ولا يدري أيها الأحبة للأسف الإعراض عن الشيء هو أن تتناسى وتتغافل هذا الشيء وتمشي كأنك لا تعرفه معنى أنه قريب منك وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي؟ ذكر الله ليس مجرد قراءة القرآن أيها الأحبة ذكر الله المعنى الدقيق هو تطبيق تعاليم الله عز وجل القرآن ليس مجرد كلمات تقرأ أو تحفظ بل هو منهج حياة وضع ليطبق إذن أيها الأحبة هل آمنت بالله حق الإيمان؟ هل تتدبر القرآن كما أمرك الله سبحانه وتعالى؟ هذا جزء من ذكر الله ما معنى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي؟ كل من لا يتدبر القرآن يقع تحت هذه الآية كل من لم يخشع قلبه أثناء الصلاة يصبه جزء من هذه الآية وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي؟ فَإِنَّ لَهُ مَذَا أَيُّهَا الْأَحِبَّةِ مَعِيشَةً ضَنْكَةً وهنا هذه كلمة عجيبة أيها الأحبة لم تذكر في القرآن إلا مرة واحدة الحياة التعيسة الكئيبة هي حياة الضنك معيشة ضنكة يعني حياة مليئة بالاكتئاب مليئة باليأس بالفعل أيها الأحبة أنا أود أن أقهم الجانب العلمي قليلا هل تعلمون أكبر نسبة للانتحار في العالم إنها بين الملحدين الذين أعرضوا إعراضا تاما عن ذكر الله وأهيات الله وكلام الله ولقاء الله وتعاليم الله سبحانه وتعالى هؤلاء ما الذي أصابهم؟ أصابهم الاكتئاب يعني معادلة رياضية نقول دائما أنت عندما تذهب إلى الطبيب وينصحك بدواء معين لشفاء معين أو لحالة معينة إن أخذت الدواء برئت من هذه الحالة وشفيت لم تأخذ الدواء تطورت هذه الحالة ربما تموت إذن أنت بين خيارات معادلة لا تقبل الجدل معادلة رياضية من أعرض عن ذكري مصيره إلى الاكتئاب فإن له معيشة ضنكة لماذا أيها الأحبة؟ لماذا لم يقل من أعرض عن قرآني أو كلامي قال عن ذكري؟ لأن تعاليم الله عز وجل التعاليم التي وضعها الله في الذكر في القرآن هي التي تضمن لك السعادة وحب الحياة عدم تطبيق هذه التعاليم سينحرف بك باتجاه الاكتئاب وإن العامل الأول والرئيسي المسبب للانتحار هو الاكتئاب يعني لا يوجد إنسان سعيد ينتحر الإنسان السعيد يعيش حياة مطمئنة ويعني تجده سعيدا في حياته بينما الإنسان المكتئب عندما يعاني من اكتئاب حاد لا يجد أمامه سواء الانتحار سبحان الله لذلك الله عز وجل أعطاك هذه المعادلة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة طبعا هذا في الدنيا ولكن هناك في الآخرة موقف أسوأ وأصعب ونحشره يوم القيامة أعمى سبحان الله انظر هذا النور العينين التي ترى بهم تصور حالك إذا كنت في الدنيا لا تستطيع لا تتحمل أن تعيش أعمى لا يتحمل الإنسان صعب جدا فكيف بالآخرة الحياة الأبدية أن تكون أعمى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة هذا في الدنيا في الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى يعني كأنه لا يعلم قال كذلك قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى سبحان الله إذن كما نسيت آيات الله كما نسيت هذه الآيات التي نقرأها الآن ذهبت إلى المواقع التواصل لتشغل وقتك بالأغاني والكوميديا والمواقع الساخرة والمقاطع التي كلها له وعبث ونسيت أن تتدبر ولو آية واحدة كل يوم على الأقل أحبتي في الله والله أريد لكم الخير تدبروا آية واحدة كل يوم اللي تكتبوا مع المتدبرين الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إذن تدبر آية كل يوم على الأقل تكون خرجت خارج هذه الآية الخطيرة جدا لذلك أحبتي في الله أتمنى من كل إنسان أن يحفظ هذه الآيات والله لأنك ستجدها أمامك يوم القيامة ستلقى الله وأنت حافظ لكلامه فستكون السعادة القصوى في ذلك الوقت ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتذكرين ومن الذاكرين إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته